قالت شركة سيمينز الألمانيا أن التحديات التي تواجه خارطة الطريق لتوفير الكهرباء والمتفق عليها مع العراق تتمثل في عدم توفير الكميات الكافية من الوقود موضحة أنها ماضية في ستراتيجيتها التي اتفقت مع الحكومات السابقة على تنفيذها المدير التنفيذي للشركة مصعب الخطيب بيّن في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية أن سيمينز سبق إن تقدمت باستراتيجية متكاملة لتوفير الطاقة الكهربائية للعراق وكان من ضمنها تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال أربع سنوات لكن عددا من المشاكل تواجه تنفيذ هذا المشروع ودع الخطيب للاستفادة من الغاز المصاحب لتغذية محطات الكهرباء ومن مشتقاته لدعم الموازنة العامة من خلال هذه المواد المستخرجة التي وصفها بالثمينة